النهاردة بردو الفرنسي أعلن التعاقد مع السنغالي أليو باجي قادما من نادي إميان الفرنسي في صفقة وصلت كلمتها حوالي 3 مليون يورو ده بحسب تقارير صحفية فرنسية الأهلي هيستفيد من بيع باجي إلى بردو لأنه كان وضع بند 20% من نسبة إعادة البيع في عقد أميان وبالتالي الأهلي هيستفيد تقريبا تقريبا حوالي 600 ألف يورو من الصفقة واحدة هنا بس عايزة أول حاجة على الأليو باجي أليو باجي لما انضم للنادي الأهلي وقت بيتسو موسماني كان مهاجم كبير رحل من النادي الأهلي التركية ثم الأميان ثم البردو دلوقتي وهو لاعب مهاجم كبير تخيل لو أليو باجي كان استمر مع النادي الأهلي كان الوضع بعمل إزاي انتوا تفاكرين طبعا أليو باجي مشي ليه والمشكلة كانت فين وأنه موسماني ما كانش عايز أليو باجي وأنه كان عنده مشكلة صحيبية مع أليو باجي فالراجل مشي رغم أنه كان الأهلي ممكن يستفيد منه استفادة كبيرة خاصة خاصة في مشاكل وجمية كبيرة في النادي الأهلي بس هي حكاية وخلصت طيب ترجمة نانسي قنقر